السؤال المطلوح لحضرتك دكتور هل تستطيع الزوجة أن تعدل من سلوك زوجها أم الجواب لا على طول لا بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى أما مسألة أن زوجة تريد أن تغير سلوك زوجها أو أن زوجة يريد أن يغير سلوك زوجته فهذا من المستحيلات لأن الله عز وجل قال ليس عليك هداه قال لنبيه المعصوم الذي أدبه في أحسن تأديبه ورباه في أحسن تربيته واصطنعه لنفسه ويعني هذبه ورباه منذ أن كان صغيرا وشق صدره ونظفه وجهزه وجعله أفضل خلق الله قال ليس عليك هداه قال لنك لا تهدي من أحبابت فأحنا لا نستطيع أن نغير الناس طب نعدل ولا نعمل شيء للناس ولا يصح أن نشغل بالناس نحن نستطيع أن نشغل بشخص واحد فنجعل قوي واضح الرؤية مركز على هدفه مركز على ما يريد عندما يحدث هذا الشخص الذي هو أنت وأنت الذبذبات الكافية ويصبح كمثل مولد الكهرباء مولد الكهرباء إذا ضعف بث كهرباء ضعيفة وإذا قوي بث كهرباء قوية وإذا قوي جدا أصبح مولد رئيسيا يزود مولدات أصلا فانشغل بنفسك واجعل مئة في المئة من تركيزك على نفسك نعم يستجيب الآخر أما من انشغلوا بغيرهم فالحقيقة لا نفعوا أنفسهم ولا استفاد منهم غيرهم تجد الأم التي تلهث وراء ولد تبت غيره أو وراء زوج تبت غيره أو وراء أخ تبت غيره تجدهم جميعا في ضيعة لأنهم شغلوا بغيره هذا يعخذ جزء كبير من الطاقة إنما لو جيت وركزت على نفسك تقفت وعلمت و أدبت و ربيت وركزت وتزودت تستطيع أن تؤثر بعد ذلك بعد ذلك أنت لك الحرية أن تغير أو أن تترك أنت حر أنت أصلا ستغتني يعني هو الحقيقة التغيير الناتج عن الهلأ والشعور بالفاقة والشعور بالحاجة للآخر يعطي للآخر رسالة أنه أقوى منك أنك طامع وكل طامع ذليل كل طامع ذليل فهو يعرف ستصل الرسالة أنك ذليل وأنك محتاج فيبدأ يعاد يعذبك يصير الحب عذاب يصير العب عذاب للأحباب كما قالوا في المغنى نعم إنما لما تقول أنت زاهد بالله عز وجل محب لكنه بيدك لا بقلبك قوي لكن لماذا يقال دائما وراء كل رجل عظيم امرأة دكتور امرأة تكون عارفة قدر نفسها عارفة قدر نفسها يعني هناك ومضات تغيير ممكن أن تغييرها بينما هو الذي وراها سيكون ماذا تقصد هو الذي وراها ماذا تقصد هو الذي وراها مدام أنه أثرت فيه لا يمكن أن تكون أقوى منه على الأقل فيها الجزئية التي أثرت فيها يعني المؤثر هو زي قانون اللواني المستطرقة دائما العالي دائما يعني التوازن يحدثه التوازن يحدثه الجاذبية ماذا فالحقيقة الشخص الذي الذي يكون منبعا ويكون مصدرا إلا ما يأثر والشخص الذي يكون ضعيفا يعني نحن لم نرى المية تصعد من تحت لفوق إلا بمضخة وتنساب من فوق لتحت بقوة اللي يسميها الجاذبية العظيمية فإن تختار إما أن تكون يعني تكتشف عند نقطة معي أنك أضعف من محبوبك فتشغل المضخة ما هي المضخة؟ جمع الذات جمع الذات تقوى الذات تقوى الذات بينما أنت تتعلى 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 لغاية ما تصب إنما هؤلاء الذين يشغلون أنفسهم بالتغيير وهم أصلا لم يغيروا أنفسهم ولم يقدروا أنفسهم هذا نوع من الفرار والتحشيش الفكري ننصح للناس نقولوا لا تعالي بني انتبه خذ لك فترة خذ لك فترة اجلس فيها مع ذاتك وقوي ذاتك وقوي مواردك وأدواتك وكبر صندوق العد عندك نعم وبعد ذلك عاد أنت تختار وأنت بتروح ترجمة نانسي قنقر